وحناخد تليفون انت شخصياً وإحنا بنتكلم كده في حديث جانبي قلت لي نفسي أسمع صوته حناخد تليفون مهم جداً كابتن شعبان الأنور أحد مكتشفي كابتن سامة عبد الوارس وهو دلوقتي المدير العلاقات العامة بالاتحاد الدولي لكرة اليد كابتن شعبان بساء الخير الخير ألو كابتن شعبان معي أنا كابتن عربي زي كابتن شعبان أنا كابتن شعبان معانا في الهوى طلب شخصي معانا نجم مصر كابتن سامة عبد الوارس أحد اللاعبين اللي هو حاج اكتشفتهم على مدار التاريخ كابتن سامة معك يا كابتن شعبان كابتن شعبان بحديث العيد للينا السامة عبد الوارس كابتن شعبان وحشني كتير طب قولي كابتن شعبان دينا بقى سامة عبد الوارس الزمان لما كان لسا في التصنيع واكتشافك وراح النادي الاهلي ايه الصفقة اللي حصلت وهو رايح النادي الاهلي بسم الله الرحمن الرحيم اول حاجة كابتن عودي احب اباركي مصر والشعب المصري بالانجازات بتاع الفريق الشباب وفريق الناشئين اللي شرفوا مصر اللي ودي اهدية كبيرة في ايه دي حاية دي حاية دي حاجة دي اول حاجة حاجة التانية هحب عني جدا 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 للتحاد المصري لكل تلياد بكيادة المجموعة الجميلة برياسة المال الشام نعم تمام لقيت بقى ان المجرب الناشئين اللي موجود الياردة هم في المادة ابو المادة هم من ضمن الفرقة بتاع الشامح ده كانوا فرقة واحدة كلهم التصنيع كانتش عامل صحي كده كلهم التصنيع عاية الكابتن بتاعه كان الله باعي بسيب الخير كابتن محمد سعيد كابتن محمد سعيد هو قال كده بالضبط صح امم قول لي بقى ازاي يا كابتن شعبين هاية وكانت قصة يا كابتن عاوبي ها طبعا انت اه انا مش هتكلم عنك انت اللي ربنا يا كلمة والله يا كابتن عاوبي وبعدين معك باني ادم سامع عبدالوارث من انخل الشخصيات اللي تشوفها ويعني كان مريح جدا ما في التدريب ها سامع عبدالوارث بقى يعني كان طبعا محدشي سادي انه كان بيتمرن مثلا كان بيجي لي الساعة مثلا تفعى الصبح النادي كان ملتزم يا كابتن شعبين كان ملتزم في التدريب يا كابتن كان ملتزم معك في التدريبات جدا 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 بقولك احنا كنا بنتمرن في التصمية هم يعني كنا بنتمرن في التصمية كل يوم بعد يعني من الساعة اربعة لغاية الساعة ثمانية هم ساعة عبدالوارث كان يجي لساعة تسعة صبح لغاية الساعة اتناشر يتمرن لوحدة لوحده خالص خالص لوحده يوميا لان احنا كان نادي تصمية كان قدام مكان سكننا كلنا يعني احنا كنا من المكان ده كلنا فيه وسامح عبدالوارث كان بيجي لي وانا خدت ترياقة من من الناس كترة جدا على سامح عبدالوارث الله 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 ده طلع احسن ايه في العالم سامح عبدالوارث بس يعني من اعظم الناس اللي هو كان هو مجدي وكان احمد سالم بس احمد سالم اكبر منه مجموعة مجموعة كبيرة يعني كان ايجا عشرة احنا يعني ما دي التصمية طلع عكتا من عشرة لعبة المنتخة في مصر يا كبتان عرب ما شاء الله دي حقيقة فعلا كان بفراخة لليعبين الكبار لكن عايزين نعرف تفاصيل انتقال كابتن سامح عبد الوارث الى النادي الاهلي وايه اللي حصل بزبط في القوض المغلقة دلوقتي بقى من زمان او الكلام دي اتفضل فضل سامح عبد الوارث كان اه لما بقى بقى يعني بدأ يندق بسم الله ما شاء الله عليه واحنا كنا خدنا كاس مصر نادي التصمية وكسبنا كنا كتل بطولة بتتلقى في الاسماعيلية سامح فاكر الكلام ده كويس اوي طبعا طبعا يا حقيقة وكان وكان معانا الزمالك كسبنا راع مرتين في في نفس البطولة واخدنا البطولة ساعتها وكان مجد ابو المجد اللعيب برضو من اللعيبة الكبيرة قوي مجد الحقيقة اللي هو مدرب من المنتخب الناشئين دلوقتي حاجة وكان الكابس محمد سعيد بقى الله يا مسيب الخير ربا يا مسيب الخير وكانت مجموعة يعني بسم الله ما شاء الله كانوا سبع ثمان لعيبة هكنهم عشرين لعيبة دي حاجة وحاجة يعني ربنا يكرمه وصابح كده والشباب من الشباب اللي زي الورد سامح ومجموعته وربنا يا رب يكرمه يا رب يا كانتش حاجة بقى جاء قصة الاسعة جيل اهلي جيل اهلي زي بقى اه نادي الجزيرة كان عاوز سامح عبدالله ورسل كويس ونفس كنا يعني نادي كان طالب مبلغ معين نادي الاهلي دفع المبلغ ونادي الجزيرة دفع المبلغ فهنا ما عرضنا الامر على المعرض على الامر واندالهم احنا اللي سامح عاوز يروح فألا بعد الروح النادي 들 Paradise فوقنا على الله توكلنا على الله كان راحبت كم بقى كابتن الفلوس 5300 جونيه ولا كور؟ كلام بسيط كور كور يعني هي كت 5000 جونيه ولا كتكور؟ wie,. ان هي كوة. القعيم اللي ما راحش. انا ما كنتم بص يا كابتل عوضي. فقم. نادي التصنيع كان مش عايز اقولك مصنع شباب. دي حقيقة يا كابتل. دي حقيقة بصراحة. نادي التصنيع وشباب ايه يعني احنا انا ما كناش ولا بناخد فلوس من هنا ولا بناخد فلوس من هنا. خدش في امكانيات اساسية. بدينا تلات تلاف جنيه للفئة طول السنة. تلات تلاف جنيه? واخدت في سنة اوليس خمس تلاف جنيه. كابتل الشعبان. ربنا يخليك لينا ويديك الصحة. وموصلين انت كنت معنا النهاردة. وحاجة تسعيدنا دايما ان احنا دايما الكبار بتوعنا متواجدين معنا. وبقولنا حاجات التاريخ بيحكي نفسه. شكرا كابتل الشعبان.